لابد أن تكون هذه القرارات تأخذ في إطار إعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي العمومي لأنه إذا خلقنا بنك الإسكان واش يعمل لكنب إذا البنوك كلها رهي الآن في مجال العقار فإذا لابد من إعادة الهيكلة بحيث أن التوجه هالبنوك متخصصة هالبنوك يونيفرسل كما يقال يعني ذات وجهة نظر واسعة هل نخلق بنوك استثمار ما هو ما يصير اللي هو صندوق الوطني هذه إعادة الهيكلة تجعلنا نعالج إشكالية الموارد وكيف يمكن أننا من جديد نجمع الموارد اللي خارج البنوك بطرق سوقية بطرق عصرية القرارات النهائية ماذا سيكون البروفايل منتع البنك أو البنوك الجديدة هذا يأتي بعد هذا الملف لا بد أن ينضج من ناحية الهندسة المالية وليس من ناحية القرارات سيئتها فقط يمكن أن يضيف لكن إضافة تكون أكثر إذا جاء في إطار إعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي في جوانبه الوظيفية في جوانبه القانونية ولكن كذلك في جوانبه التجارية وحكمته الموارد العمومية بدأت تشعر بالدينار وبالعملة الصعبة الميزانية فيها عجز كبير وأصبح عجز هيكلي يعني من سنة لسنة وبالتالي المعضلة هي في كيف يمكن احتواء الأموال لخارج شريان الاقتصاد والأموال الجديدة التي تأتي من خارج عن طريق الدياسبوران تعنا أو عن طريق المستثمرين فإضافة هذه الهيئات فعلا يمكن أن يكون لكن إذا بقي النمط تسيير البنوك خصون البنوك العمومية بالنمط الحالي أظن أن الفائدة ستكون قليلة النمط تسيير البنوك حرية التحرك داخل البنوك هيكلة الكونسيداد مينيستراسيو ما يسمى بالهيئات المسيرة الفصل في هذه البنوك بينما هو ذات طابع اجتماعي وما هو طابع اقتصادي الفصل ما هي خدمة عمومية وما هي خدمة تجارية هذه هي إعادة الهيكلة البنوك الجديدة آلية هل هذه الآلية يمكن لها أن تعبئ أن تجند موارد جديدة بالطرق الحالية أنا أشك في ذلك أشك في ذلك لأنه طريقة موشلوة البنك هو الذي يغير طريقة عمل البنك هو ليزيد فبالتالي أولا لو دعنا البنوك لو أن عصرنا البنوك تستمر في هاميل الفات لا أقول أنها سهلة ولكن مثلا الرجلومي إلكترونيك تسويع أو استعمال النقود الإلكترونية رأنا متخلفين فيها كثير هذه يمكن أن تتقدم بسهولة القروض كذلك يمكن أن تتحرك المبادرة داخل البنوك والتخوف من القرار اللي يمكن أن يكون له أثار كذلك لابد أننا نطمع البنوك العمومية أن كل في عمله يحاسب على عمله الستارتاب في العالم لا تمول بالبنوك لأنها ليست عادية هي ابتكارية سوصون ديز انتربيز انوفانت وهي تمول عن طريق صناديق متخصصة يسموها صناديق المخاطرة أو شركات المخاطرة السوسيتيت كابيتال ريسك وهذه فيها أموال خاصة تماما إن شاء الله أن هذه البنوك أو هذه الصناديق ما تكون صناديق ترجع من جديد إلى الأموال العمومية تكون صناديق مبتكرة تكون صناديق منفتحة للعالم تكون صناديق تمشي مثل العالم أنه أن شتارتاب يخاطر بيئة معها ولا نمويلها بالتو دين تيري زيرو تحريك عجلة تمويل الاقتصاد بتعبئة ما يسمع عندنا لرسورس دو مارشي برابور رسورس دو بيوجي كثيرا نتكلمه من البيوجي إلى المارشي من الميزانية إلى السوق هذه يمكن أن تتحرك يمكن أن تحرك لكن إذا كان عبء جديد على موارد الدولة وعلى رؤوس الأموال المتواجدة وعلى الوظائف التي تلعبها الآن وتكون غدا لها وظائف ذات طابع اجتماعي وذات طابع اقتصادي وتكون فيها فوائد ميسرة والفوائد السوقية على مستوى إذا كان هذا يمكن أن وصلنا إلى استحالة تحمل في ميزانية ما زالت فيها الف وخمسمائة مليار دينار عجز وبالتالي نحن لسنا في وضعية بلدان أخرى نحمد الله على أنه ما زالت الفوندمانتود اللي يكونوا ما زالوا سترون كما يقال بالإنجليز لكن لا بد أن الشيء اللي نخلقه من جديد لازم يكون بقواعد غير القواعد اللي خلقنا بها في الماضي أولا ما يكونش عبء جديد على الميزانية ثانيا وتكون بوادر انفتاح قطاعنا المالي والمصرفي للموارد الخاصة الوطنية وللموارد الأجنبية بصفتين كبيرة الحوكمة هي الأساس الآن القطاع المالي والمصرفي اللي فيه 85% إلى 86% هو عمومي 100% وحتى القطاع الاقتصادي اللي فيه الشركات الكبيرة لأن هذه الشركات الكبيرة من يتحملها من ناحية التمويل البنوك البنوك محافظها أصبحت خاليط من قطاع مالي ومصرفي من خدمة عمومية لأن كثير من الأشياء الخدمة العمومية الكهرباء الغاز ومن تجاه هذا الطابع اجتماعي أنه لا بد أننا لا نفصل لا نقصي شركة لابد الأجور تمشي فيها وبالتالي هذا الخليط لابد أنه نفصل فيه العمل ذات طابع الاجتماعي والخدمة العمومية نفصلها نفصل كذلك للسيبونسيون اللي مروا عن طريق شركات ويمروا عن طريق البنوك ندير ونخلي البنوك نرجحها إلى طبيعتها الأولى وأنها تتاجر تتاجر بأموال خاصة أو تتاجر بأموال الدولة المهم أنها نجاعتها وربحيتها والناس يقولوا يحاسبون على هذا عندنا فرصة تاريخية أننا شيئا فشيئا مش نغير مقاصد فقط نغير الآليات نغير النظرة التي كنا نسير بها الاقتصاد ندخل نفس جديد تتساط عن طريق الأموال الخاصة نمشي من القطاع المالي والمصرفي إلى المرشيف فنانسي وإلى البورصة نمشي إلى الحلول اللي طالت ونفتح الملفات اللي تمس لجراند ريفورب فيما يخص الاستثمار قانون الذي يحكم الاستثمار قانون الذي يحكم الصرف جاذبية الأموال ما تجيش بالبيروقراطية المتوجة عندنا القانون الضريبي لابده نثبت هذه القوانين أولا ما لازمش نسير الرئيس تكلم عليها ما لازمش كل قانون مالي نغير فيه أشياء لأن المقرؤية والمسؤولية تعالى المستثمار ما تجيش وثالثا نمشي شيئا فشيئا نخرج من الحوكم إلى الطبع العمومي والإداري إلى الكوربوريت جوفيرنانس الجديدة التي تحكمه العالم البلاد محتاجة إلى انفتاح كبير إلى الطبو ينزلوا شوية بدأت الـ 51-49 لابده نمشي في قطاع جاذبية الأموال التصدير ما يكونش فيه خصوصا تصدير الخدمات السيد الرئيس فتح الديالوج بوليتيك لابده أن نفتح الديالوج إيكونوميك وبالتالي لابده معف عنه قبل رمضان إن شاء الله نفكر في هذه الفكرة نتاع الندوة الوطنية للوفاق حول الإصراحات كبيرة الإصراحة الاستثمار الضرائب الصرف منظومة الدعم هذه اللي أبدأ أن يكون وفاق حولها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر